لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد لكن اخراجها اعلاميا بهذه الطريقة ماذا سيكون ستكون ارضية لخلق شكوك والتصعيد الشعبي تجاه المسار بحد ذاته لان هذا عندهم هدف اما تشويه القيد صالح ومن ذلك تشويه المسار كله واخضاع تبون كما للطريقة التي يريدون او عزلوا او اسقاطوا بهذه الطريقة او اجباروا على الذهاب الى انتخابات رئاسية مسبقة مسبقة في 2021 في ظل هذه الاوضاع الامر الثاني انه هذه الطريقة طريقة اذا لم يصلوا الى هذا الحد على الاقل يمارسوا ضغط شعبي ومحاولة تشويه ومحاولة كذا كذا واسقاط رمزية القيد صالح من خلال اسقاط ابنائه اذا اخواني الكرام انا ارى بانه هذه التحرك الذي جاء من بهاء الدين طليبة هو اعاز من طرف جذور العصابة التي ما زالت في المشهد اذا وصول تحريك هذه الامور ربما في الخفطة القادمة سنشهد اشياء اخرى تأتي من سلال من يحيا ربما من جهات اخرى هذا كل شيء غير مستبعد غير مستبعد في ظل نحن مقبلون على اعادة محاكمة توفيق وترطاق والوزح النون ومعهم السعيد السعيد اللي ايضا فتحوا له قضية وداروا له امر بايداع اعف الحراش في قضية اخرى معناها ما يخرج وش كله رح يخرج من السجن رح يخرج ترطاق الجنرال ترطاق والجنرال توفيق وينتهي ملف الوزح النون معهم وبذلك يكون انها استخرجوا عناصرهم استخرجوا جماعتهم ولم يبقى الا السعيد بوتفريق الذي لا يسوي شيء يعني حتى الاستغناء عنه وسجنه واعتقاله لا يسوي شيء سيضحهم به ويضحهم ويحياه وهذا طبعا العصابات يروح الراس الكبيرة يخله يواجه مصيره وجي راس كبيرة ويستمر المهم تستمر المنفع ويستمر لهذا اللوبي لذلك لا يشكل عليهم خطر البقاء السعيد بوتفريق في السجن ولا يحيا ولا شيء هذا مضحوا بها منتهى الأمر لكن الذي هم رؤوس كانوا في جهاز المخابرات كانوا في الدياراز لديهم عناصرهم لديهم شبكاتهم لديهم نفوذهم في الجهاز وهم يريدون بهذه الطريقة استرجاع الجهاز هؤلاء عندهم علاقات قوية داخل المؤسسة العسكرية عندهم ناس هم مازالوا في المؤسسة العسكرية استرجاعهم معناها تحريك اللوبيهات لاسترجاع كامل للمؤسسة العسكرية استعدادا لخطوة قادمة تتمثل أساسا ما بعد تبون ما بعد تبون سواء جاء بسبب مرضه يرجع للجزائر قد أمامهم خيارات إما أنه يبقى يمارس مهامه إذا كان تعافى ويستطيع يمشي إذا ما مشاش يستغلوا الوضع عن تاعه إما يخلوه تحت الضغط معين حتى يستفز الشارع الجزائري في فترة وإذا كان فيه دوائر ترفض عزل بسبب وضعه الصحي أو يخرج لك ملف ويقول لك صاير أو أطباء أراه ويخالوا بأنه غير قادر وينفذ عليها المسار الدستوري أو أنه هو بنفسه يعلن استقالته المؤجلة في انتخابات رئيسية أو استقالته للفورية المهم أو يبقى كما هو عليه أي إذا كان هكذا يتماهى معهم ويدير لهم ويحبهما فقط إسكاتهم وجعلهم يصفون حساباتهم السابقة التي حدثت في 2019 وبذلك يكون الحراك الشعبي الجزائري قد انتهى لذلك إخواني الكرام أن تحرك الطلبة ستتبعها تحركات أخرى لأنه الآن ليس الهدف فقط القيد صالح القيد صالح انتهى الهدف الأساسي استهداف عائلة القيد صالح وهذه راهي مقدمة أساسية لمخطط كبير يتم فيه استهداف المسار برمتي واستهداف عبد المجيد التبون شخصيا وعبد المجيد التبون إذا تماهى معهم في هذا المخطط أعتقد بأنه في النهاية سيسقط في فخ هؤلاء وبذلك يدفع الثمن غالي وهذا ما سيذر به كثيرا إذن إخواني الكرام الإشكالية أن التحركات لا تستهدف شخص جيد صالح فقد انتهى رحمة الله عليه ذهب إلى ربه بما له وما عليه ولكن الأساس الآن هو استعادة الأمور إلى نصابها هناك عصابة قوية أكبر من توفيق وأكبر من عبد العزب تفليق وأكبر من سلال وأكبر من يحيى هناك لوبي يرتبط بدوائر خارجية سيطرة على الثروة أراد محو الثورة وهذا الذي حدث عبر الدستور ويريد استعادة الحكم والهيمنة وأخذ الجزائر إلى مصار قد يسل يوم إلى تقسيمها جغرافيا بعدما مزقوها ديمغرافيا من خلال ما طرحوه في أمور تتعلق بالهوية وأشياء كثيرة المصار الذي بدأ العام الماضي في عهد الجيد صالحا في خطر حقيقي لم يبقى منه إلا القليل إنه مسار يحتضر ما بقي منه إلا تبون فقط كشخص حتى المحيطين به ما همش معاه قلبا وقالبا ولهم مع المسار بل أنهم مع مصالحهم الحكومة والوزراء كلهم عادت العصابة في قناع جديد وثوب جديد وعادتها ليس بسبب ذهابنا وتشجيعنا إلى ذلك المسار أو أنه فيه جزائر كثير من الجزائريين ذهبوا إلى انتخابات 12-12 أبدا استعادتها بقوة هي بعد رحيل القليل صالح لو بقي القليل صالح على قيد الحياة ما كان الأمر سيسير بهذه الطريقة وسبق وأن تحدثت لكم في أحد المداخلات عن توصيات والاجتماع الذي حدث بين الجيد صالح وتبون قبل أداء القسم وقبل تنصيبه وما تم الاتفاق عليه أنذاك في مصار الدولة الجديدة أو الجزائر الجديدة التي يتحدث عنها تبون جزائر الجديدة مصار الجزائر الجديدة رأي بقي منه مراحله الأخيرة الآن تبون بين طريقين إما أنه يتمه مع هذه العصابة وينهي هذه الجزائر الجديدة أو يخليها كمسمى وهي في الحقيقة جزائر قديمة أو أنه يقف بالمرصاد ويتصدى لهذه العصابات وهذه ليس لديه قدرة على فعلها نظرا لأسباب كثيرة وأهمها أنه رئيس ليس له قوة وليس له نفوذ داخل المؤسسة العسكرية ليس له نفوذ داخل الأجهزة الأمنية ليس له نفوذ حتى داخل رئاسة جمهورية قاعدة الشعبية ضعيفة جداً وظهرت ذلك في استفتاء الدستور الذي استفتع لي ثلاث ملايين أي معناها أنه رئيس بلا شعبية أبداً الحركة الشعبية ضد الرئيس الحركة الشعبية الأصيل سكت الحركة الشعبية التي بقيت ومواصلة رسالته هيمنت عليه أطراف أصلاً تعادي تبون تعادي القيد صالح تعادي المصار برمته وأمر آخر أنه بين هؤلاء من يتماهى مع أطرحات العصابة التي تريد استعادة زمام الأمور وزمام الحكم في الجزائر لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله